ما هي الكلمة التي كتبت عند الله فوق العرش؟ كتب الله تعالى عنده وفوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي ولذلك لم يجري غضبه على الظالم وعلى العاصي إلا بعد أن يمهلهم وما هو الشيء الذي يتمناه أهل العافية يوم القيامة؟ يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا وتقرض أجسادهم بالمقاريض لما رأوا من شدة العطاء لأهل البلاء وماذا تقول الملائكة لأهل الجنة بعد دخولهم؟ يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وما هو الشيء الذي كتبه الله على نفسه؟ كتب الله تعالى على نفسه الرحمة لقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وما هو الشيء الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى؟ هو إدعاؤهم بأن لله ولدى ومن هو الرجل الذي يحبه الله ويضحك إليه ويستبشر به؟ هو رجل له فراش جميل وزوجة حسناء فيتركها ويقوم يصلي ورجل سافر مع قوم حتى إذا هم وصلوا وضعوا رحالهم وناموا فإذا هو قام يصلي لله ورجل خرج للجهاد فعاد الناس ولم يبق إلا هو فوقف وحده يدافع عن دين الله